أهلاً بكم يا صحابي وصحباتي دلوقتي البلون هياخدنا ويتير في مغامرة جديدة معيحي يا كنوز وسينو في مصر القديمة يلا بينا نشوف كنوز! يا كنوز! تعالي شوفي أنا تعلمت إيه في قصركم الحديث بابا علم سينو إزاي يحل الكلمات المتقطعة اللي بيحلها كل يوم في الجرائد أنا عمري ما فهمت إزاي يحل اللعبة دي تسهل خالص يا كنوز أنا حاب أعلمها لك وأصلاً أنت تعرف تحلها إزاي وهي معظمها معلومات من العصر الحديث لأ ما هو قرر يعمل نسخة للكلمات المتقطعة باللغة المصرية الأديمة قوليلي بقى يا كنوز كنت وقفة لوحدك بتفكري في إيه بفكر هنسافر فين السنة دي نفسي نقنع بابا وماما نروح مكان جديد يا يحيى معاك حق إحنا كل سنة بنروح نفس المكان عاوزين نغير أنا عندي خطة بس لازم تساعدني أسمعها الأول وأعرف المكان اللي أنت عاوزة تروحيه لو عجبتي أسعد حذر فذر أنا بفكر في إيه طيب قوليلي أول حرف أول حرف بس ما كده هتبقى سهلة يا يحيى طيب قوليلي مكان مشهور هناك وأنا هعرفه فكرة حلوة مينة وادي الجرف ها عرفتها؟ دي كده بقت أصعب يا كنوز ساعدني يا سينو لا لو سينو هيساعدك هقولكم معلومة تانية عشان خطره مينة وادي الجرف على البحر الأحمر هو أقدم مينة بحري في التاريخ وبنا ملك من ملوك الأسرة الرابعة عرفت الإجابة مينة خوفوا البحري في شبه جزيرة سيناء؟ صح شطر يا يحيى أنت وسينو أنا زرت الميناء ده في عهد الملك خوفه بنفسه كان حاجة عظيمة وحلقة وصل ما بين البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء أنتوا عارفين يا أولاد أن سيناء كانت لها مكانة خاصة ومهمة جدا في مصر الأديمة طبعا يا سينو لأنها كانت مصدر استخراج النحاس ومعادن كتير تانية مش بس كده يا يحيى سيناء كانت حصنة ضد هجوم أعداء كيمت وملوك كيمت وثقوا رحلتهم وحملتهم العسكرية هناك خلال الطريق الطويل من العاصمة لأرض الفيروس أنا أعرف أن كان في حملات تجارية لكن حملات عسكرية ما كنتش أعرفها من أيام الملك سمر خط والملك زوسر أول ما لهم نقوش في وادي المغارة هلاك وكمان الملك سينفرو أرسل حملة عسكرية تأديبية ضد أعمال السطو والسرقة هناك أنا سألت مرة أستاذ عصام عن أصل اسم سيناء قال إن أعرف معنى ليها هي أرض الأحجار بس لو رحنا سيناء ممكن نزور أيه كمان غير مينة وادي الجرف يا كنوز أنا قريت عن الأماكن الأسرية اللي ممكن نروحها هناك ممكن نشوف قلعة سارو وهي القلعة اللي كان فيها جيش كامت قبل أي معركة حربية ونشوف طريق حورس الحربي وهو أقدم طريق بري مماهد بيربط بين قرة أفريقيا وأسيا وطبعا طبعا ذهب وننزل للبحر يا سلام أيوة كده يا يحيى يبقى اقتنعت وهتساعدني أموما حتى لو ما اقتنعش أنا اقتنعت وهساعدك يا كنوز بقى كده يا سينو أwarzوري يا يحيى دي فرصة ما تتفودش هاهاهاها حاول و بعد ما شفنا حكاية النهاردة قلوا اللي بقى رأيكم عن أرض الفيروس سيناء حلوة جداً وأنا كمان الحكاية عجبتني قوي سينة هي حدود مصر الشرقية إحنا درسنا أن جيش مصر حارب ورجع سينة من الاحتلال طبعاً سينة غالي على المصريين من آلاف السنين ودلوقتي خلطت فكرتنا استنونا في فكرة جديدة ورحلة سعيدة